الف مليان مبروك الف مليان مبروك الف مليار مبروك الوداد المغربي يحقق فوزا سمينا وغاليا جدا على فريق مهدد الزمامرة في اطار الجولة الخامسة من بطولة الدورة المغربية المنتهزة بطولة الاحترافية انوي لعام 20-24 وبعد فرحة الوداد المغربي بصعود على دور مجموعات من بطولة الدورة ابتالة افريقيا النهاردة ايضا بيستعيد السقة لتصدره لجدول ترتيب الدورة المغربي وبعد الفسف المبارديا ايضا لجمهور الودادة الرادة المغربي. الرجل الاول في المباراة. انتهت المباراة بنتيجة تلاتة واحد لصرح فريق الودادة المغربي. تقدمه نهضة زماملة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة. ليعطي شارة الانتلاك لفريق الودادة الرادة المغربي. بقدم النجم الزاكرية بحره. ثم يتعادل بالوسامبول الودادة المغربة في الدقيقة الهشرين من عمر المباراة. لينتهي الشرط الاول بنتيجة واحد واحد بين الفريقين. وبتمرير رائع جدا من هشام بي سوفيان الى يحيى جبران في الدقيقة الخامسة والستانة من عمر المباراة يحرز يحيى جبران الهدف الثاني الفريق الودادة الرادة المغربي وايضا بتمرير اكثر من رائعة من هشام بي سوفيان يحرز الشرق البحر الهدف الثالث لفريق الودادة الرادة المغربي في الدقيقة التسعين لتنتهي المباراة بنتيجة ثلاث اهداف لصلاح الودادة المغربي مقابل هدف واحد الفراغ نادا الزمامرة الف مليون مبروك الودادة المغربي الف مليون مبروك ودادة الامة مباراة اكثر من رائعة استعدت سلسكة تانية وسط عناصر فراغ الودادة الودادة المغربي وكل لعبين الودادة الودادة المغربي قدوا مباراة اكثر من رائعة من اول الحرس مطيع وكل الميناب الفتح وحركز بالاضافة لعملود ويحى جبران ودراوي وايضا الشرق البحري والشام بسوفيان صاحب التمريرات الحاسمة بأسستات اكثر من رائعها في المباراة. وشوفنا في المباراة دي تحكم في منطقة خط الوزد بالاضافة الالاب على الاجناحة. ودي خطة تكتكية وضعها المداري بعض الرمزي. سعيد سيقلة ودادة المغربية في منطقة خط الوزد. الف مليون مبروك عدل رمزي. الف مليون مبروك الودادة المغربية للنقاط السلاسة الغالية جدا. ولو يزبح ترتيب الودادة الرضا المغربية في المركز التالت برصيد عشر نقاط. بعد اتعادل الجيش الملكة ونهضة البركان في مبارات اليوم التعادل السلبة بين الفرقان لتوقف رصدهم عند النقطة 11 في المركز الأول والثاني وبفرق نقطة وحيدة عن وداد الرئيس المغربي ليضع الوداد الرئيس المغربي قدما في صدارة الجدول ومن وجهة نظر شخصية أيضا كمحل الإعلام الرئيس المصر وهنا من داخل قناتي الوداد المغربي استطاع أن يحرس 6 أهداف في مباراتان أو في الجولتان الأخرتان 3 أهداف أمام حافية كونقر الغيني وتلات أهداف النهاردة أمام نهضة سنزة ماميرا ولم يتلقى إلا هدف وحيد فديته أعتبر نتائج إيجابية مباشرة جدا وقبل ما اختم الفيديو أجمل لأتها في مبارات اليوم لحظة احتفار اللاعبين مع الجماهير بشرف تنظيم المملكة المغربية لمنديال 20-30 خاصة بعد الفوز بتنظيم كاس الأمم الأفريقية كان 20-25 النهاردة بيحتفله بالفوز بشرف تنظيم منديال كاس العالم 20-30 1000 مليون مبروك الوداد الراضي المغربي 1000 مليون مبروك وداد الأمة وبمشية الله تعالى الخدم خير مع مزاد متقدم الانتصارات في الجولات القادمة المبارات القادمة سيذهب إلى التحط تنجغر فيطار الجولة السادسة من البطولة الأحترافية يوم السبت الموافق 17 ألف مليون مبروك الفوز السمان والغالي جدا لفرق الوداد الراضي المغربي ولو انت منعشق ومحابين الوداد الراضي المغربي وحابك تتابع معاكم للأخبار الأعضاء الجديدة والحصرية الفيديو ده بالزيت استعمل منك مليون لايك اضغط لايك واشترك في الخناة وفعل الجرس واشار الفيديو لكل حبابك على مستوى العالم مع مزيد من التقدم والانتصارات والعودة للمنافسة للوداد المغرب ووداد الأمة واشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته